اواصل معك عزيز المستمع دروس هذه الوحدة المباركة من وحدات اصول الدعوة رقم واحد الدرس الثاني المصدر الثاني من مصادر الدعوة الاسلامية وخصائصها هذا المصدر هو السنة النبوية وخصائصها السنة النبوية حديثنا عنها ذو شجون كما يقولون اذ ان السنة النبوية تمثل احد اهم معالم الدعوة الاسلامية الصحيحة واحد مصادرها الاساس التي لا بد للداعية ان يقف عليه وقوفا تاما شاملا ونستطيع عزيز الطالب ان نقف على هذا الدرس في العناصر التالية العنصر الاول نعرف السنة لغة واصطلاحا والثاني نبين فيه مكانة السنة النبوية المطهرة في الاسلام وحاجة الدعوة اليها وايضا نختم عناصر هذا الدرس ببيان خصائص السنة النبوية المطهرة اما عن تعريف السنة من حيث اللغة فان السنة تعني الطريقة والطريقة مأخوذة من السنن وهو الطريق اذا السنة لغة اي الطريقة والطريقة مأخوذة من كلمة السنن ويعنى بها الطريق فالسنة هي المنهج هي الطريق الذي يسير عليه الداعية في كل مجالات دعوته ومناهجه التي يتبعها انما تنطلق من هذه السنة من حيث لغتها طريقة يسير عليها الداعية اما عن تعريف السنة اصطلاحا فقد يعرفها بعضهم تعريفات عديدة لكننا نختار اشهرها واوضحها وابيانها بان السنة صلاحا هي ما صدر ما اي كل ما صدر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن من فعل او قول او تقرير السنة هي كل ما فعله النبي وكل ما قاله النبي وكل ما اقره النبي ورضي عنه بهذا التعريف الجامع الشامل كما يرى علماء الفن فن السنة النبوية المطهرة والوقوف على تعريفها نكون قد وقفنا عزيز الطالب على مفهوم السنة من حيث الاصطلاح اما عن اهمية السنة ومكانتها فلا يمكن لنا بحال من الاحوال في هذه العجالة ان نقف عليها ولكن عزيز الطالب نمد كدبعضها فمن اهمية السنة انها مصدر من اهم مصادر الشريعة ومن اهم مصادر الدعوة الاسلامية التي يعتمد عليها الباحث ويعتمد عليها الداعية فالسنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم الذي يقف بالقارئ والداعية على اصول الدعوة الاسلامية وانها ربانية المصدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدد اهمية هذا المصدر اني تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالنبي ربط هنا بين السنة بين القرآن والسنة ويقول ما ان اعتصمتم به ومعنى اعتصمتم اي التزمتم به وسرتم على هدية كذلك من اهمية السنة ومكانتها انها قد كانت لها المكانة العظيمة حيث كانت السنة مبينة ومفصلة لما جاء به القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور انظر عزيزي المستمع النبي كان نورا قد اضاء به الله عز وجل هذه البشرية كلها وقد انطلق النبي مبينا ومفصلا لما جاء به كتاب الحق تبارك وتعالى من هنا كانت السنة بهذه المكانة اللائقة ايضا مما يجعل السنة لها مكانة مرموقة في الاسلام انها تثبت حكما جديدا لم ينص عليه في القرآن يعني مثلا اذا قلنا الزكاة لها اثنين ونص في المية هذه المقادير عرفناها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصل الظهر اربعا او العشاء اربعا او المغرب ثلاثا او الفجر ركعتين عندما نتعلم هذا انما تعلمناه من فعل النبي الذي قال صلوا كما رأيتمون اصلي وكذلك مناسك الحج اداها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية ثم قال لتأخذوا عني مناسككم فالسنة النبوية العطرة كانت تثبت احكاما لم ينص عليها في القرآن ايضا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله تبارك وتعالى فالحق تبارك وتعالى عندما رفع ذكر النبي كما قال ورفعنا لك ذكرت جعل طاعته من طاعة ربه يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل الله تبارك وتعالى جعل مرد الإنسانية كلها المسلمة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر الملتزمين بسنة النبي والملتزمين بما جاء في القرآن السنة النبوية العطرة مما يبين لنا أهميتها ومكانتها أنها بالنسبة للداعية الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأي منا ينجح في طريقته ما دامت بعيدة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إن الداعية الحق هو ذاك الذي يعيش في رحاب النبي ويسير على طريقته أي على سنته كما قلنا سلفا في دعوته فيعتمد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا يستقي الباحث والداعية تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يؤكد على ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين النبي يقول اتبعوني لأني أسير على هدي الله والداعية الذي يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقوم بالدعوة كما أرادها الله تبارك وتعالى وهكذا نكون قد وقفنا على أهمية السنة العطرة ولنقف الآن في الصفحات التالية على بيان خصائص السنة النبوية العطرة ترجمة نانسي قنقر